معالي الوزير والأخ العزيز أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة الأردنية الهشمية الشقيقة نرحب بكم في بلدكم الثاني مصر هذه الزيارة عزيزة وكريمة وتأتي في إطار التنصيق والتشاور المكثفين بين بلدين الشقيقين حول مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية فضلا عن العلاقات الممتازة والمتميزة والخاصة بين بلدين كان لي الشرف أن أجلس مع معالي الوزير تحدثنا عن العديد من القضايا الهمة كان في مقدمتها بطبيعة الحال العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة الأردنية الهشمية تحدثنا عن هذه العلاقات في إطار التشاور المشترك العلاقات السياسية المتميزة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتميزة هناك طبعا توجيهات سامية من فخامة الرئيس السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني بالعمل على إعطاء الأولوية لمزيد من دفع هذه العلاقات إلى أفق أرحب بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين أيضا تحدثنا عن دور العمالة المصرية في المملكة الأردنية والدور الذي تقوم به في عملية البناء في المملكة بالتأكيد انتهست فرصة هذه المباحثات المثمرة والإيجابية مع معالي الوزير أيمن الصفدي لتهنئة المملكة حكومة وقيادة وشعبا بمناسبة مرور 25 عاما على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني قيادة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبنتمنى كل التوفيق وكل الازدهار وكل النجاح للأردن الشقيق في الاستمرار في عملية التحديث الشاملة والبناء والتنمية التي تتم بتوجهات من جلالة الملك وبالتأكيد نتطلع إلى مزيد من التعاون والتنصيق بين بلدين الشقيقين كما ذكرت مثلت هذه المباحثات مع أخي الوزير أيمن الصفدي فرصة همة وجدة للتأكيد على خصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين تحت رعاية السيد الرئيس وجلالة الملك وتم التأكيد على أهمية تسريع تنفيذ كل المشروعات والمبادرات والمقترحات الخاصة بإعلاقاتنا الثنائية كما تعلمون هناك لجنة عليا مشتركة يرأسها معالي دولة رئيس وزراء مصر ومعالي دولة رئيس وزراء المملكة هذه اللجنة تقوم بدور مهم جدا في الإشراف على عملية تطوير العلاقات الثنائية والدورة الثانية والثلاثين عقدت هنا في القاهرة في مايو الماضي أكدنا كذلك في نقاشنا المتبادل اليوم على تثمين الدور العظيم الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية كما ذكرت في استضافة ورعاية مصالح المصريين وتزديل أي التحديات تواجههم على لا سيامة في ضوء ما توليه القيادة السياسية في مصر من اهتمام بالغ لأوضاع المصريين في الخارج كما تعلمون تم دمج وزارة الهجرة إلى وزارة الخارجية وهذا هو الأمر الطبيعي وأنا أتشرف الآن مثل معالي الوزير اللقب متطابق وزير للخارجية وأيضا للهجرة وشؤون المصريين في الخارج تضمنت المباحثات بيننا الآن والتي كانت مباحثات مطولة لتبادل الرؤى حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية كان في مقدمتها بطبيعة الحال قضيتنا الأولى وهي القضية الفلسطينية لا أستطيع أن أقول أن كان في تقارف في المواقف وإنما كان هناك تطابق في مواقفنا تجاه التطورات ما يحدث من أوضاع كارثية سواء في قطاع غزة سواء في الضفة الغربية وأيضا في القدس الشرقية المحتلة كما تعلمون للأسف الشديد ووسط صمت دولي مخجل الآن نقترب من ما يزيد عن ثمانية أشهر عملية القتل والتدمير والتخريب الممنهج الذي يتم من الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة مستمر للأسف الشديد لدينا أكثر من 37 ألف شهيد وأكثر من 87 ألف مصاب وللأسف الشديد هذا القتل والتدمير ما يزال مستمر اتفقت وأخي معالي الوزير على همية استمرار جهودنا في الضغط على الشركاء الإقليميين والشركاء الدوليين وعلى المجتمع الدولي للعمل على التحرك بجدية لتحقيق الهدفين الساميين وهما وقف إطلاق النار وبالتأكيد وفقا لقرارات المجلس الأمن وآخرها القرار 27 35 وعدم الاكتفاء فقط بإدانة الانتهاكات والعدوان الإسرائيلي حقنا لدماء المدنيين من الأشقاء الفلسطينيين وأيضا تحدثنا عن مسألة الوضع الإنساني والصحي الكارثي الكارثي في قطاع غزة وهمية النفاذ الغير مشروط وغير المقيد للمساعدات الإنسانية في ظل الانتهاكات السافرة للقانون الدولي الإنساني بمنع وصول هذه المساعدات شدت ومعالي الوزير الصفدي على رفضنا الكامل لسياسات إسرائيل الممنهجة لفرض واقع جديد على الفلسطينيين يدرهم إلى النزوح بهدف تهجيرهم من أراضيهم ومن أوطانهم بما يؤدي في النهاية إلى تصفيت القضية الفلسطينية وما يمثل ذلك من قضاء على مبدأ الأرض مقابل السلام وعلى فكرة الوطن الفلسطيني والدولة الفلسطينية تحدثنا عن الأوضاع الكارثية أيضا في الضفة الغربية والعنف الممنهج والبربري من جانب الأصابات المستوطنين ضد لترويع أهلين من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وأيضا شددنا على أهمية الدور الأردني النبيل في الحماية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية والالتزام بكافة ترتيبات الوضع القانوني والتاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك وأهمية الدور الذي تقوم به المملكة في حماية الهوية العربية والإسلامية في هذه المدينة العريقة المقدسة أكدنا سويا على الرفض الكامل لسيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وهو الأمر الذي أدى إلى العرقلة الكاملة لنفاذ المساعدات إلى الشعب الفلسطيني البريء الشعب الفلسطيني الذي يتحمل أعباء جسيمة ويتعرض لعدوان ممنهج هذا العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من المعبر هو أدى إلى توقف العمل به وبما يعرض الشعب الفلسطيني إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة تحت مرأة ومسمع من الأسف الشديد المجتمع الدولي كررنا واتفقنا على تكرار أهمية الانتزام بقواعد القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني وشدنا على أن الاستمرار من الجانب الإسرائيلي في توسيع نطاق العمليات العسكرية في غزة والممارسات الهمجية للمستوطنين في الضفة الغربية إنما يمثل وصمة عار على المنظومة القانونية الدولية دعوني أختتم حديثي بأننا تحدثنا بشكل واضح لا يحتمل اللابس فيما تعلق بالتأكيد على الدور الحيوي والهام للغاية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأندروا وأهمية قيمها بدورها وأنه لا بديل ولا يمكن الاستغناء عن دور هذه الوكالة وأنه يجب أن الدعم هذه الوكالة في أداء مهمها السيامية بموجب قرار الجمعية العامة بعيدا عن أي معايير مزدوجة في التعامل مع مسائل الإغاثة الإنسانية وعدم تسيس عملها كما اتفقنا على أهمية الاستمرار عملنا المشترك في تشجيع الأطراف الدولية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن هذا يعطي رسالة إيجابية وهمة للشعب الفلسطيني الذي يعاني كثيرا بأن هناك أفقا سياسيا بأن هناك أملا في المستقبل بأن يحقق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني على حدود الرابع من يونيو سبعة وستين ويقيم دولته وعاصمتها بالتأكيد القدس الشرقية أخيرا وليس أخيرا تحدثنا على الخطورة البالغة لإحتمالات التصعيد بما يقود إلى انزلاق المنطقة بأسرها إلى حرب إقليمية شاملة أكدنا على الأهمية البالغة للحفاظ على أمن واستقرار لبنان الشقيقة والتحذير الكامل من أي مخاطر للتصعيد بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في لبنان ومن ثم يؤدي إلى دخول المنطقة في أتون من الحرب الشاملة تحدثنا أيضا عن التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق وبعتباره نموذجا للعمل العربي المشترك وأخيرا وختاما أشكركم معالي الأخ والصديق العزيز أيمن الصفدي على هذه الزيارة الهمة وأشكركم على تهنئتكم الرقيقة كما أشكركم أن هذا أول زيارة يعني لوزير شقيق يكون من الأردن وده أمر غير بجديد عليكم وعلى الأردن الشقيقة ونود الإشهادة بالمستوى المتميز للعلاقات وما شهدته مناقشتنا من تطابق كامل في الرؤى حول مجمل القضايا والتحديات اللي بتواجهنا في مصر والأردن والمنطقة العربية أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في بلدكم الثاني مصر الفضل